أنا الرائد طبا يزمهم يتكلموا أنا مشيت الطبا في تونس ما يعرفوش حتى شنو زيت النخيل هو أسباب في الموت الفش عيت نجم تقو هو من أهم الأسباب والعدد هذا مش ويزداد لا مش كون واضحين نقول لكم اللي تونسي على ثلاثة في عمر الكهول هم مصابين بمرض ضغط الدم والله وأنه للأسف خمسين بالمئة من المرضى هيدو ما يعرفوش رويح مرضى نحن بتبيع تونس موجودة في الدول بات خطورة عالية جدا للأسف الشديد دايوخي أول سبب متاع الموت كسوها الفشي وإلى الموت بصيفة عامة السبب متاعه هم شلطات القلب هو السيداتي يعطي بعدك النوبات في القلب دعم موفم عدي كولورو معمولين من خمفوص را مرسي مرسي تشايفي أنا بتبيعك ولا برا شربون بذلك إليك الناربع خمسة جرامات نجم تلقيهم في تابع جبن كيما قد لك بمروز سنين على استعمال هذا الزيت يصبح خطر الإصابة بالجلطات القلبية أعلى وأخطر إذ أن هذه الجلطات قد تحدث دون أي أعراض ظاهرة من واحد إلى ثلاثة أشخاص من التونسيون يعانون من إنسيدات الشاريين جراء استعمال زيت النخيل في المواد الغذائية زيت النخيل القاوة في المانتوجيات التونسية كل ماذا؟ في الجبن، في الياغورت نعم؟ في السلامية، في الشوكولاتة، وحتى زيت القليل اللي زيت الحاكم أقولولو ماذا ماشية ماكلة، ماشية، ماشية صحية، ماشية عن خسارة ثلث المجتمع التونسي على مدى بضع سنوات لذا فالتدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الزيت الذي سافر بالتونسيين إلى المقابر الواحد والآخر والغاية من هنا حماية الشعب التونسي وما قد ينجر عن هذا السم البطيء المسمى بزيت النخيل مرحبا بكم في 619 اليوم بيش نحكيه في موضوع يهم الصحة العامة يهم التوانسة، يهم البشرية الكل اللي هو زيت النخيل زيت النخيل اللي هو يهدد البلاد ويهدد الشعب التونسي الكل والشعب العربي وتنجم تقول الشعب الإسلامي الكل زيت النخيل هذي اللي يولى عنا موجود في تونس في المنتجات متاع الماكلة متاع الصغار الكل وولده يمشي للروضة يبدأ عنده في القوتين بتاعه وعلى أقل 3 حاجات فيهم زيت النخيل وكيبش يكبر شنو وبش يصير لكل البشر هذيك بعد 30 سنة من ترسو بيت متاع الكوريستيرول في الأوعية الدموية اللي هي ترسو بيت ما تتنحاش بسهولة زيت النخيل نلقاها في المنتجات التونسية كل في الجبن، في اليوغورت، في سلامية وفي الشوكولاتة وحتى زيت القليان اللي زيت الحاكم وقولولو بس أنا لعبات في الشارع بتعرفوش زيت النخيل وكان ردودهم، ما هاكم مش تشوفوه ما هيّة التونسية qué الزيت النخيل qué زيت النخيل ,bada ما هيًة التونسية ما هي يتعرفوش زيت النخيل زيت النخيل بس إتصال ما هي جمعه زيت النخيل زيت النخيل من هنا ومن خارج أول مرة نسمع بيها زيت النخيل نعرف زيت زيت هنا زيت الحاكم ما زيت النخيل ما كذبش عليك الزيت هذي ما عنديش علي فكرة خاطر هنا من الشمال والشمال ما ينتجش الموضوع ذي زيت النخيل زيت النخيل بصراحة ما عنديش فكرة كبيرة عليه نسمع بيه كأس وكما ريتوا أغلب التوانسة ما تعرفش شنوه هذا زيت النخيل ما يعرفوهش حاجة يستاهلكوا فاهمة بالمعنى والأغرب أنه مشيت البرشة أطباء وسئلتم على زيت النخيل وتصدمت قلتهم ما يعرفوش شنوه زيت النخيل وش يعملوا به مش نية حكايته أنا أراد طباء يجبهم يتكلموا أنا أراد طباء في تونس ما يعرفوش حتى شنوه زيت النخيل صحيح صحيح بالحق نخصين شوية ديزنفورمسيون صحيح علش ليه لننظموا هكا ديرينيون نحكيوا على احنا كجمعية أمراض القلب نحن سوف يتكلموا إن شاء الله لو قديش ركبوا روسور في تونس العام هو ثلاثة سنين التالي كمنا ركبوا 15.000 روسور العام 15.000 مريض لا مش 15.000 مريض في العسلين هوية يركبوا روسور خاصة للعباد اللي يعملوا عمليات على القلب قل مفتوح والعدد هيرا مش يزداد رابو يشكونوا رحين إنسيداد هذي هو إنسيداد يعطي بعديك نوبات القلب وشيء هيرا مش يزداد هو أسباب في الموت الفشعي تنجم تقو هو من أهم الأسباب ومشكل هو من أهم الأسباب بتاع الموت الفشعي إنسيداد ونسيداد الشرعين يجمعتي برشة أمراض يجمعتي جلطة القلب النوبر القلب يجمعتي ما يتسمى سندروم كهونيك يعني عبادة عنهم يمشيوا شوية عساقين بديوا عنهم وجاع في صدرهم وذي المرض يجب يكون مختل يجب يكون قاتل كي تغذر إنتي للخريطة ما تلقاش أمريكيا وما تلقاش الأوروب تلقى المغرب تزاير مهدى تلقى دونس مصر ليبيا أفغانستين فاكستين كدول الإسلامية لكل مهدى راو كنا احنا من أحسن من أحسن في العالم بلدين في العالم بالنسبة لأمراض القلب وشارعين عليش كل وجاء مربوط ما ما تلعايش في الماكلة الأوروب نحاو زيت النخي مشبهي للقلب وشارعين أيضا الأوروبا جئنا إلى تونس كنا لم نستعملوه دواء ولا في المأكلات والمنتوجات متعولات الصغار الكل معناها صغير يبدأ من خمسة سنين ولا أربعة سنين يكن في البسكويت لليونس العونه ثلاثين سنين ليس بسكويت باركا الماتير الكلية التي لدينا في تونس من زبدة من يهور يسر السكاليات يسر الدهنيات 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 يهور المسبعة نحكي بعد ما نشير ماكلة ليس صحية ونشير أخر لديه طريقة العائش ليس صحية معناك هو يكمل أمره خمسة سنين كيف يصل إلى 40 سنين ليس 40 سنين يبدأ حتى نحن نعفو بعضنا كيف يش نعيش في تونس لازم خدمة كبيرة تصير أوسيبيان في التوعية التوينسة ولا حتى مع المصنعين نحن نشجعوا أنه يبدلوا النوعية تعال تعال المكونات التعال الماكلة ولا كنوليوش يبدل المكونات التعال الماكلة فهنا في أوروبا يقول فهنا يجب أن تصير أبا سي دي وكما تتوين يعلمك هم ترى هنا لديك ميكروسكوب مش تقراها لا لا ليس الأخرى ليس الأخرى يجب أن تصير لديك يجب أن تصير كيف أخبرك هم ترى هكذا هكذا هنا العصر لا يوجد العصر لا يوجد العصر تقول هكذا هذا نتبع في العصر ونواكبه في اللي ساير في البلاد يعني فهمت لكن كما قلت إن شاء الله 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 تعتقد القرى إن شاء الله ليس أمتج نستمر تعتقد لن تحرق أندذية أندية تعتقد نحب نعطيكم شوية أرقام نقول لكم اللي تونسي على ثلاثة في عمر الكهول هما معناتها مصابين بمرض ضغط الدم وأنه للأسف خمسين بالمئة من المرضى هيدهما ما يعرفوش رواحهم مرضى وأنه خمسين بالمئة درجال يعرفوا رواحهم مرضى وهما ياخذوا في دول المرض ضغط الدم الدم امتاحهم غير معدل ونعرفوا بلي المرض هيده يتسمى أول سبب للوفاة في تونس هو انزيد الشرايين مرض ومرض متفشي برشة توا لذيك العدد أسباب أولين خاتل مثل البوبوليسيون تونيزين مية شوية تكبر في العمر أولية الدموية ما يتنحاوش وهم سيهد شتنحاو معناها نحكي على الـ LDR الـ LDR هذيك عادة انشتتو حليتنا مشكلة الـ LDR هذي يعانا من جبوناتني في تونس هذي يعانا في جبوناتنا احنا فالله غالب نعاني شكرا لكم احنا كله اكثر حاجة سبب وهنا ما تلعيش متاعنا والاكل متاعنا يعني البلح دجالي موجود في المخبأ في الاطعمة اللي ناخذ فيها الكل هو كيفي بالنسبة اللي احتياجاتنا خطر احنا احتياجاتنا في اليوم سيببين 4 و 5 جرامات في اليوم مش اكثر يليك الـ 4-5 جرامات نجم تلتحهم في تابع جبن كيما قلت لك جستما جستما وي والتابع جبنة ذيكة بالنسبة الـ LDR التي عنده الحق كان زو سوابع في الجمعة اي بصحيح لينا جامش تفولوا صغير يكلوا عمروا ستة سنين ولا ستة شهر يعطيهم صغارهم من الصغراء عباد بالتوحد بالامراض جستما لازينا ردو بالنا بارشة بارشة على نمط الحياة احنا كلاسية في العالم 38 بالامراض هذي احنا 38 القلب خاطر احنا خاطر احنا تبعنا البلدين احنا عملنا انترانزيسيون ابيديميولوجي كي تسميوها بتبدلنا ملكون ناكل وغيجيم ميديتراليين ساميوها كله ناتيوغيل وخضر كل شاي ناتيوغيل لا 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 بشينا الكل شاي الي هو مصنع وكل شاي والملح والفاسفد والزربة والسترس نحنا بتبيع توز موجودة في الدول ذات خطورة عالية جدا للأسف الشديد انا والله يكيفي كلها واللو اللي قوتينياتي مش منوني احنا جفت خيزة تنسيون لحكاية هذيها اه للمعلب الكل خاطر امراض القلب وشاريين دجاكي تقولها تنطقة تحسني فمختر على حياة البشار تخوف الكلمة هذي وفما امكانيه اننا نحميه نحميه نحن يروحنا اول حاجة هي الغذاء الصحي كم انت قلتا وهذاك حاجة يزمها تكون هي هي الاساس ويجب ان نعودوا بها صغارنا من الصغراء في السوق التونسية يتمشي تلقى كل شيء هاليقوتين بتاع الصغار كل شيء زيت النخيل كي يكبر صغيرة ذاكك تنوبشي واللزامة انا صدق اني قلت لك تليمتي تواك كيف تتكلمهم يقول لك قلهم نقرأوا الانغراضيان الموجودين يقرأوا هملك يقول لك فهم ما كاذا 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 يسمي هملك سنة اولى ومن بعض وحتى كيف واحد يجيب لي لامجة هكا يقول يسمحني اليوم اراهي ماما مزروبة ما حضرت ليش المشكلة الي هما مانع في الغرب مانعين حاجات مهم في تونس مزايا احنا عاد هذيك عادوا امور سياسية مندخلش فيها هذيك احنا منجمونا بيعونا نمنعو هاي منعونا لغض مخو مالغالب اش حبنينا هانا نقول ريت عليش هذيه مهمة هذيه بش نحصل هذيه هذيه مهمة نحبوها التوصل للعبات اشفية اذا عطيك الصح على المواني انك جي تسعر خلي يصر صوتنا خلي نفهم احنا موش كنا هذيك حتى ليش جي والكل انظرات منذ الغرب انظرات مى يجزى موش كنا هذيه نحصل على مغالب نحن نفكر بشأن عبارة المباركة على القبيل تتكلمون الكثير من الإجتماعات المثالة تقومونون إضافة إلى السنة تتكلمون في المرعة اليمنية كيف هو الوضع؟ يا ليس أبداً والله عندك ألف حق إن شاء الله إن شاء الله لازمنا هذه كل فيه شوية مجهود شوية شوية خدمة من وزارة الصحة شوية من وزارة الفلاحة شوية من كالصيناء معنين كل ما بعضهم ويقعدوا يدرسوا الحكاية هذه موضوع زيت النخيل مش يعملوا بي مش نية حكاية ومش تعرفوا على زيت النخيل أكثر فرر في التقرير التالي موضوعنا اليوم يتطرق حول زيت النخيل الزيت الأكثر استخداماً في المنتوجات الغذائية الصناعية وذلك باعتباره أرخص أنواع سيوت وهو ما أدى إلى تهافت الشركات على استخدامه رغم مظاره العديدة تجدر الإشارة أنه تم منع استخدام هذا الزيت في العالم المتقدم على غيرار أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك لانعكاسيته المباشرة والخطيرة على صحة الإنسان لذلك تقول الإحصائيات أن معدل استهلاك الفرد في العالم النامي لهذا الزيت قد بلغت 7.7 لتر في العام إضافة أن الجسم لا يتخلص تماماً من هذا الزيت الذي تبقى ترسوباته داخل الأوعية الدموية لتسبب انسداد الشرعين وإجهاد القلب وحالات إصابة بالسرطان وهذا حسب دراسات طبية بمروز سنين على استعمال هذا الزيت يصبح خطر الإصابة بالجلطات القلبية أعلى وأخطر إذ أن هذه الجلطات قد تحدث دون أي أعراض ظاهرة نتحدث هنا عن الموت الفجئي المنتشر بشكل كبير في دول العالم النامي بالنسبة لتونس فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالجلطات القلبية وقد شاملت هذه الظاهرة عدداً كبيراً من الشباب واليافعين كما طالت حالات الموت الفجئي الرياضيين أيضاً من واحد إلى ثلاثة أشخاص من التونسيون يعانون من إنسداد الشاريين جراء استعمال زيت النخيل في المواد الغذائية إضافة إلى خطر تعرضهم إلى الموت الفجئي إذ تحتل تونس المرتبة الثامنة وثلاثون عالمياً في أمراض القلب ويعتبر الأخصائيون هذا المعدل خطير جداً فاستعمال زيت النخيل في تصنيع المنتجات الغذائية في تونس قد ينجر عن اهتبعات خطيرة جداً نتحدث هنا عن خسارة ثلث المجتمع التونسي على مدى بضع سنوات إضافة إلى تدني أمن الحياة عند الولادة للتونسيين ليبلغ معدل عمر التونسي خمسة واربعون عاماً فقط هنا نرسل نداء عاجل إلى من يخصه الأمر من وزارة الصحة من منظمة حماية المستهلك وإلى كامل السلطات والمشرعين لذا فالتدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الزيت الذي سافر بالتونسيين إلى المقابر الواحد للوالآخر والغاية من هنا حماية الشعب التونسي وما قد ينجر عن هذا السم البطي المسمى بزيت النخيل في هذية احنا كبرنا في عهد برقيبة وفي عهد بن علي الزيت هذا ما هوش موجود؟ توا ولا موجود؟ يعني شنو وجوده في تونس؟ علاش؟ وقت اللي هو حاجة ضارة وكي يبدأ حاجة ضارة وهي مدعمة من عند الحاكم الحاكم هو ينوي بشي ذرنا ما نتصورش فما حاجة غامضة في الحكاية اللي خاطر الزيت هذية يراه يمس الكلاوي، يمس الشرايين، يمس برشة حكايات يحاكم يجيب لك زيت رخيص وبعد يصرف عليك المليارات على الدياليز والواحد الموخ ما يستوع بهاش لحكاية هذية ما جيش صحيحة والزيت هذية منعته لأوروبا في المنتوجات متاحها من 2007 وامريكيا ممنوع أما بشي يخدمو به مكياج ولا حاجات أخرين هذك عادي احنا في تونس زيت الناخيل يخدمو به في المكياج وفي البروجيك كوسميتيك وفي التغذية وكل مع بعضه بقتله هو في التغذية غير صحي ومش كان تونس باركة الدول العربية والدول الإسلامية كلها قطره هو زيت رخيص من أرخص الزيوت لكن مش هو خاطر رخيص لحنا بش يموتوا على خاطر زيت رخيص شعوب تموت على الكنف تنمشي وبالحسابات هذية تونس بعد 30 سنة ولا 35 سنة بش تولي دولة من غير الشعب